وصل حاكم مصر في لبنان رياض سلامة لجلسة تعقد في بيروت اليوم بمشاركة محقيقين أوروبيون يجرون تحقيقات تتعلق بما إذا كان قد اختلس ملايين الدولارات من الأموال العامة وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمان وينفي سلامة الذي يكمل هذا الصيف ثلاثين عاما في المنصب ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه يتعرض لمحاولة تحميله مسؤولية الانهيار المالي في لبنان